يوم احنا بقين في قلب الاعتصام المفتوح بواحد المجموعة دي المدن وخصوصا يعني مدينة مراكوش بحكم انها يعني المدينة اللي كتتمتل واحد اكتر من ثلاثين في المياه دي اللي ترانسبورتور دي المغرب متمركزين بهذه المدينة هذه الاعتصام هذا تفتح بعدما يعني فقدنا الامل في ايجاد حلول واجاد الضمانات للاستمرار في هذا القطاع هذا كنا كان عارفوا اليوم بان الابواب دي المطارات تفتحات ولكن اشناي الاليات باش غادي اليوم نستقبلو الزبناء دينا اشناي النفسية اشناي الاسطول اشناي يعني التدابير اللي غادي نديرو احنا واش اليوم غادي نستقبلو الزبناء ويتم الحجز على هذه السيارات هادي لانا تعدو سبعين في المياه دي الشركات ممولة من طرف هاد الاسورغانيزم دو كريدي اذا هدو ما الضمانات اللي كان طالبو من دو بداية الجائحة فعلا خرج يعني عقد برنامج الفين وعشرين وعشر اللي في واحد المجموعة دي لتدابير باش يتحمينه ولكن متنزلاتش اذا الاشكال اللي كيين اليوم مش في القرارات الاشكال اللي كين اليوم كين في التنزيل ديال هاد القرارات وفي غياب الليجان تتبع والمواكبة ما كيناش هاد الليجان تلقاها ولكن لا تلقاها وجهها لإشكال لكي اليوم كان في بعض المؤسسات لتغلق الأبواب الحوار تكون غادية في الحوار ولكن في واحد الوقت تغلق الأبواب الحوار ويبقى يواجهوا المجهول اليوم عندنا ناس في السجن يعني بسبب لكي مبيلات ديالهم لأنه خضوا التزامات ومقدروا شيئا ديوها لأنه تغلقات الأبواب ديال الميطارات هاد الناس هادو نهار ستتمروه يعني بالثقة بشراكات ولكن اليوم بقي نحن وجه هالي وجه هاد الاستثمار بقالي نفيدينا هاد السيارات هادو اليوم ما يمكنش لكتبيحهم الناس عاديين لأنه كيستهلكوا وكيخدموا واحد لخدمة معينة يعني اللافيني ديالهم غالية هادو هادو ما لإشكالات الحقيقية لكينا والنفسية ديال المهنيين وخصوصا المهنيين الغير مدعمين اللي ما استافدوش من الدعم إذن كنا في اجتماع مع وزيرات السياحة اللي كتقول بي أنه ما غيكونش الحجز على العربات ولكن اشنا هو الكومينيكي باش أنا يمكن لي ندلي به وقت الحاجة اشنا هو يعني الدليل ديالي باش غادي في القضاء مثلا هادو الحويجات اللي طلبناهم يعني ضمانات اليوم احنا قصنا تانين توجهوا الوزارة النقل باش نطلبوه الدعم ديرنا إذن ما يمكنش حنا سنتين وحنا يفواحد كنقلبوا على حلول وتدابير واجتماعات واليوم تانين مشيوا الوزارة وحدة أخرى باش نبدأوا أزيروا هذا هو علشنا اليوم كنحنا في دولة المؤسسات إلا كان شي حاجة خصة تخرج خصة تخرج كافيلة يعني بحماية هادو المقاولات والأجراء ديالهم لأن قطاع مهم وقطاع يعني شارك في التنمية المستدامة اشتركوا في القناة